بسم الله الرحمن الرحيم المحامون الزملاء الأجلاء في آخر ما نتناوله بالنسبة للشهادة يمكننا القول بأنه التحريات هي أيضا نوع من أنواع الشهادة التي يقر بها من يجريها في محضره وأثناء استجوابه بتحقيقات النيابة العامة فيما أقره وفيما سطره وفيما أحضر تحرياته وهي لها وضعات خاصة طبعا أو وضعها القانون في نصاب بحيث جعل منها مجرد قارينة لا يمكن أن تصلح كدليل وحدها ينهض بحكم الإدانة فلابد إذا ما قيل بأن التحريات يمكن التعويل عليها لا بد أن يعززها دليل في الأوراق ولا تصلح بذاتها لأن يبنى عليها حكم الإدانة هذا بالطبع دون تجريح فيها بمعنى أنه ولو كانت التحريات صحيحة يعني ولو اطمأنت إليها المحكمة أيضا فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال القول بأن التحريات في هذه الحالة تحريات يمكن التعويل عليها في حكم الإدانة كما أسلف إذا ما قلنا ذلك فإننا نقول بأنه لا بد من الدليل في الدعوة الذي يساند ويؤازر هذه التحريات كما أسلفنا وكما أوضحنا لماذا؟ التحريات قرينة تعد قرينة شخصية هي تعد قرينة شخصية بمعنى أنها تنبع من فكر صاحبها الذي أورى بها ليست قرينة واقع أو قرينة حال لابست الدعوة ولابست ظروف حدوثها وليست قرينة قانونية بالطبع يمكن الجزم بها وأخذها دون مناقشتها أو دون بحثها وبالتالي فإنه إذا ما قيل بأنها رأي قد أقر به مجريها هذا الرأي يحتمل الخطأ والصواب والصحة والبطلات وقال القضاء في عيون أحكامه حينما تناولتها محكامة النقد قالت حتى يكشف عن مصادره التي استقى منها هذه التحريات حتى تستطيع المحكمة أن تبسط سلطانها على كامل الدليل في الدعوة من حيث صحته ومطلانه ومن حيث صدقه وكذبه لأن المحكمة حينما تبني حكمها أو تبني حكمها تبني حكمها على عقيدة تحصرها هي من الأوراق لا يشاركها فيها رأي لسواها يعني لا يمكن أن يشاركها في هذا الرأي رأي آخر في الدعوة وهو رأي مجري التحريات هذا في عقيدة المحكمة التي تبني عليها الحكم وهذا من عظمة القضاء في تناول هذه التحريات وفي تسبيب عدم الأخذ بها وحدها أيًا كانت وراءها التحريات ستجد أن أساسها أو مصدرها في نصوص المواد الإجرائية أي مواد قانون الإجراءات الجنائية من 21 والمادة 24 والمادة 29 وهي التي تعلقت جميعها بأن مأمور الضبط القضائي عليه أن يقبل الشكاوى والتبليغات الخاصة بوقوع الجرائم وعلي أن يقوم بالبحث عن الجرائم في دائرة اختصاصه وأن يسأل من حضره ويقوم بالمعاينات والإضاحات اللازمة ويسأل من حضره من الشهود على كيفية وقوع هذه الجريمة ونسبتها إلى المتهمين الذين اقترفوها كل ذلك ستجده بالنسبة في هذه المواد لمنبع إجراء هذه التحريات والتحريات يمكن أن يقوم بها مأمور الضبط القضائي بمفرده حينما يبلغ إليه بحدوث الواقعة أو يتصل علمه بحدوثها أو تكلفه بها سلطات التحقيق إذا ما أرادت الإضاحة والاستبيان لظروف الواقعة وحدوثها على النحو الذي ترتقيه جاءة التحقيق بالطبع إذا ما كان الأمر على هذا النحو بالنسبة للتحريات فإنه يمكنك القول أن القضاء قد تناولها وذهب بها إلى حدود بعيدة حتى لا يكون هناك فهم قاصر حينما نقرأها أو نتناولها القضاء قال أن خطأ جمع التحريات في عمل المتهم في منزل المتهم في مكان شارع المتهم في سيارة المتهم في نوع السيارة بالنسبة للمتهم في نوع المخدر الذي تم إجراء التحريات بخصوص حيازاته للمواد المخدرة مثلا يقال ما أنه لم يحدد لنا نوع المخدر لم يحدد اسم الشارع لم يحدد نوع سيارة التي كان يركبها المتهم أو يقودها المتهم وقت الواقع لم يحدد رقم السيارة لم يحدد اسم الشارع كل ذلك قد قال القضاء فيه بأن ذلك أن ذلك لا ينال من صحة هذه التحريات طالما أن المحكمة قد استشعرت من خلال هذه التحريات وتيقنت بأنه هو المتهم المقصود وأنه عن الواقعة ذاتها التي قام بالتحري عنها مجرد تحريات ولذلك فعلى من يتناولها أن يتسع أفقه لكي يشمل كل ما يقال بالنسبة للتحريات ولا يعول على أشياء قد تناولها القضاء بالطبع وقد فصلت فيها الأحكام من قبل على أنها لا يمكن أن تنال من صحة هذه التحريات على هذا النحو وهي بالتالي طبعا أمر من أمور الموضوع تخضع لتقدير المحكمة من حيث قبولها أو رفضها دون تثريب عليها من محكمة النقض بالطبع أو المحكمة العليا طالما أن المحكمة أقامت قضاؤها على أسباب سائغة تكفي لحمله ولا ينقصها في هذه الحالة سلامة الاستنباط وصحة مأخذها في هذه الحالة يكون الأمر بالنسبة لها دون تعقيب عليها إذا ما قبلت التحريات أو رفضت أترككم أيضا في هذه الحالة لسماع أحد المرافعات الجنائية في إحدى قضايا القتل العامل والتي لم يكن فيها أيضا سوى التحريات لأن الشهود حينما أدلوا بدلوين في الدعوة قالوا بأن المتهمين كانوا للسماء الذين ارتكبوا واقعة القتل فأتت التحريات بأسماء هؤلاء المتهمين فلم يكن في الدعوة سوى التحريات فأنظر إلى عظمة القضاء أيضا وتناوله للأمر لم يشعر القضاء في هذه الحالة لأن في الدعوة دليل غير التحريات وبالتالي لم يعول عليها في حكم الإدانة وقضى ببراءة المتهمين في واقعة القتل لأن الدعوة لم يكن بها سوى التحريات وشهادة من أجرأ بقي أن أنوه في أجالة بسيطة بالنسبة لهذه الأدلة وما قدمناه سلفا في الحلقات السابقة أننا قلنا يعني كنت دائما أقول التعديلات الإجرائية في الفين وخمستاشر تعديلات الإجرائية في الفين وخمستاشر وفي الفين وسبعتاشر بالطبع في الفين وخمستاشر تناولت التعديلات الإجرائية التصالح وانقضاء الدعوة الجنائية في بعض نصوص المواد وتعديلها في الفين وسبعتاشر حدثت استكمال باقي التعديلات الإجرائية وحدثت بالنسبة للدليل في الدعوة الذي كنت أود دائما أو أنوه إليه بأن التعديلات الاجرائية التي حدست في هذه الفترة هي التي جعلت الدليل مطلقه في يد المحكمة فعليك ان تبحث في الدليل وان لا تنتظر من المحكمة ان تجيبك لطلباتك المتعلقة به من حيث احضار الطبيب الشرعي او استدعاء الشاهد ومناقشته او 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 فعليك ان تكون جاهزا لدعواك وانت ترافع والامر كله موكل للمحكمة اذا ما ارادت او رأت ان الفصل في الدعوة يستأهل احضار الشاهد او احضار الطبيب الشرعي او اجراء المعاينة او اي من الادلة التي يود الدفاع بالطبع تحقيقها ستقوم هي المحكمة من تلقاء نفسها بتلبية هذا الطلب وعليك انت فقط ان تكون جاهزا تبدي طلباتك ثم تقوم بالمرافعة على نحو ما ستطلب منك المحكمة طبعا احنا قلنا التعديلات في 2015 و2013 ولكن انا كنت دائما اقول التعديلات الاجرائية في 2015 لماذا؟ لاني خلينا نقول ان من نصف 2015 يعني في شهر 6 2015 درجة الاحكام او المحاكمة الجنائية على اعمال مبدأ الدليل ان يكون في يدها ولا تتركه للدفاع لاطالة امد القضايا لان في هذه الفترة قد طبعا اغتيل النائب العام شام بركات وكان هناك طبعا استياء جدا في المجتمع وشعر القضاء بذلك وبالطبع لتأخير الفصل في القضايا ويريدون سرعة انجاز الفصل في هذه القضايا والدعاوة لان قضايا الارهاب ايضا كانت كثيرة في المحاكم في هذه الفترة واراد القضاء ان يقوم بعرف قد اداه قبل صدود التعديلات في 2017 ولكن ايضا من 2015 هذا نحن نحن عصرنا ذلك وكنا امام القضاء في هذه الفترة ورأينا ان القضاء يطالبنا بالمرافعة وانه اذا مرتأ لزوما للطبيب الشرعي او للشاهد او لاي من الادلة التي نريد تحقيقها لزوما في الدعوة للفصل فيها لتحقيقها سيحققها ولكن ترافع عليك بالمرافعة واترك الامر للقضاء هكذا فعل القضاء وفعل القضاء نتيجة لحاجة اجتماعية رأى في هذه الفترة وسبقت التعديلات في 2017 وكأن القضاء اقر عرفا قضائيا في ذلك وعرفا ليس فاسدا لانه هو حمر القضاء بالدليل يعني تحمله امام ضميره وامام المجتمع وامام الله سبحانه وتعالى وذلك لمراعاة سرعة الفصل في القضايا لانها كانت حاجة ملحة بالنسبة للمجتمع في هذه الفترة فالتعديلات التي تخص الدليل كانت في 2017 والتعديلات التي حدثت في 2015 كما كنا كانت تخص الدعوة الجنائية من حيث الانقضاء ومن حيث بعض مواد التصالح وأشكر لكم بالطبع حسن الاستماع وأتمنى أن تكون هذه السلسلة على نحو ما قدمنا تفيد المحام الشاب أو أي من الزملاء الذي يريد المطالعة عليها ومشاهدتها على نحو تعيننا جميعا في عملنا وكما كنا هي نمازج قدمناها لا تهنيك عن البحث ولكنها بمثابة خطوة على الطريق نرجو أن يحزو المحام الشاب بحزوها لكي يصل إلى مبتغاه في تحقيق الدليل في الدعوة الجنائية أشكر لكم شكرا جزيلا وإلى أن ألتقيكم على خير الله وبركاته شكرا حاضر مع المستهل الثالث سأحاضر مع المستهل يتمث براءة من الإستهام المثمر إليه ودفع بانتفاء جرش في الافتران في نادة من نصف المادة 2034 ونصف نايتة الإستهام لعدم قيام حالة الشروع في دليمة السيقة في نادة من نصف المادة 45 أقوبات كما دفع بانتفاء القصد القاضي المتمثل في نية إزهاق الروح وفي مجال الدليل دفع بعدم وجود تسمى جدليل للإدامة وفقا لما هو ثابت من أقوال الشهود الواردين بقائمة أدلة السجود ودفع بعدم جدية التحريات صاحب المعالي أساد الرئيس صاحب المعالي أسادة المستشارين الأدلة ما تعلمناه من قضائكم الجليل أما للمحكمة كامل السلطان لرفق سلطانها على وقائع الدعوة باستقلات الشورة الحقيقية لهذه الوقائع غير مقيدة بما جاء بأمر الحالة وغير مقيدة بما ورد على الإنسان شهود الإثبات في الدعوة وغير مقيدة بما يطرحه الدفاع في الدعوة بمحضر جلفته أثناء دفاع وإذا ما طالعنا الأوراق على النحو الذي شطرت به وعلى أساس طيب النيابة العامة وتفطير أمر الإحالة وجدنا أن ننصى الاتهام بالنسبة لنصف المجدى في عام 24 موافعة القتل المحترمة بجريمة فلاتها أو لحقاتها أو تعاطرت معها وإطفال النصف التجريمي الموجود لارحة الاتهام لا توجد سمة جناية أخرى وهي جناية الشروع في فرقة موضوع أمر إحالة المقال أنها اترنت بجناية القتل لا ظل لهذه الجناية في الأوراق نبدأ بها الأوراق لا يمكن لا كمسة أربعين لا نصف المجدى نصف المجدى كمسة أربعين جزر الشروع لا يوجد لهذه الواقعة ظلا بالأوراق على نحق ما طالعنا بجي شعور الإنفان وما هو مستقف لماذا؟ لأن معيار البدء بالتنسيذ الذي حددته نصف المجدى كمسة أربعين عقوبات لا يتفق ولا يوجد نصف التجريمي على الوقائع المستفق وفي مأولية من أقوال الشعور على حال المتحدث ولذلك كانت أحكام النقض وأحكام الأحكام الأحكامتين العليا قد حددت في مثل هذه الوقائع تحديدا أن قالت الشديد بإذراكهم للمتهمين لدوار أحد المخازن وخاصة أن المخزن على الطريق العام ربما يكون المتهم منتظرا قالت محكمتنا العليا إذا ما كان المتهم قد عدد سلاح عدد أو أنه جهز آلاف الكسر لكسر الباب المراد دخوله لاقتراف الرسل الماضي لجريمة السلقة وجد المتهم على هذه الحالة فقط بأنه معه أجوات الكسر وحاملا للسلاح وبجوار أحد المخازن فإن ذلك لا يعده إلا من قبيل الأعمال التحضيري لأنه ليس هذا هو العمل الذي يؤدي حالا ومباشرة لإفتراف الركم الماضي للجريمة موضوع الإفتحان أما إذا وجد المتهمين على نحو قالت شهود التساة لأنهم يقومون بالتصور أو أن أحدهم تصور أصصور أو أن أحدهم قام بالعبس بقفل المغزن باب المغزن على النحو الذي جاء بأوراق الدعوة أو قام بكثرة فإن مثل هذه الأعمال هي التي تؤدي حالا ومباشرة إلى افتراف الركم المادي للجريمة محل الإفتحان فإذا لم يوجد في الأوراق تمك ما يشير إلى ذلك فإننا كنا بصدر البعر عن معيار نص المغزة كمسة وارجعين عقوبات والذي حددت معيار المغزن للتنفيذ لأنه لم يكن متواجدا هنا ولا إن ثلاثة ظل بالأوراق ولذلك قلنا بانتفاء حالة الشروع أستاذنا بعد إن معلي قرر بانتفاء حالة الشروع بالنسبة للجناية المقترمة بواقعة الخطر وهي جناية الشروع السابق فإذا أصبح نص المغزة ٢٣٤ والذي صاغه المشرع على صياغته بالنسبة لتغنيظ العقاب في مثل هذه الواقعة أصبح هذا النص لا ينصدق على واقعة الجعوة وأصبحنا أمام الواقعة الأخرى وهي واقعة القتل واقعة القتل حتى حينما قلنا بانتفاء نية إذاق الروح فيها فإن جالك بالنسبة للواقعة أمر ظهر أيضا لماذا؟ لأنني أتكلم في فرغية أقوال شهود الإثبات وما جاءت به أوراق الدعوة بأن حينما قيل بأنه أدرك شاهد الإثبات المستهلين ثلاثة الذين كانوا بدوار المحل فتألوهم ما الذي أوصفكم هنا؟ فقام أحدهم بالرد عليهم فأعرفه كأنواء الثنالين وقام بإطلاق عيار مالي فوق رأتي فقال أحدهم لأنني قمت بالوقوح بجوار حائط المزن ثم قمت بالتشفي ومعه شاهد إثبات تاني حسب ما أورى بالأوراق وأطلق هو طلقة أخرى حسب ما أورى أيضا طوقهم ثم بعد ذلك أخير بأنهم قابوا بالقياد الماكينة يا فندم هو ده أنا بأسمع في رؤيتهم كمان ما هو على رؤيتهم هو الضرب بالذبت يا فندم هو أم قاله نفسي ما لا تتكلمش في الرؤية أنا بأتكلم في الواقع في الواقعة المروي بالمواقعة اطلاق النار هنا في هذه الحالة كانت فوق رأت الماء لأشهود الإثبات حتى ما أورى ثم قالت أنهم قاموا بكياد الماكينة يتكلم وغادروا وأطلق عيارا ماليا آخر كمعنة صفح وهو المدني عليه رحمة الله عليه يقول آه فاتجهوا إليه فوجدوا مصابا في قدري فألم الصفت في قدري فقاموا بمسلح محكمة نقل في الإعيار مية القتر وأحكام محكمتنا لي وانا علمتنا أحكام محاكمتنا الجريبة ألزم من قبل ومن بعد لأنه في هذه الحالة لم يكن اطلاق العيار الناري قد طاب المدني عليه في موضع القارش ولو كانت الآبات المستخدمة بطبيعتها الطاطلة إلا أنه لم يكن هنا في هذه الحالة التصوير تستمت في مكان صاصر يجب المجنع عليها كانت الآبات ولذلك جاء تقرير الثقة التشريحية يقول بأن العيار أدى لتهدف الشريان في التصوير على العيار مما أدى إلى صدمة النزيف هذا النزيف الغذير هو الذي أودى بحياة المجنع عليه بأنه لم يتوقف على النحو الذي جاء بالأوراق إذن حتى حينما تكلمت محكمتنا العليا عن مية القتل فقالت بأنه لا يمكن تعداد الأعمال المدية التي قارفها المتهم أو المتهمين حتى يمكن القول بتواقل مية القتل وهي ليس تصفر المتطلبة في جلبة القتل لا فقالت بأنه في هذه الحالة لا بد أن يكون التصوير قد تم في موضع قاتل وأن هناك من المدركات العقلية والمنطقية التي يمكن أن يستخلصها قابل الموضوع من شتى عناصر تعرض المطروح عليه لإثبات أن هذه الميلة وهذا القصد القاضي كان بباخل المستهد أما وإن كان القدر المترقن في حقهم قد تم على هذا النحو قد تم في القدم على هذا النحو إنه والحال هكذا لا يمكن الحول بأنه لم يكن إلا قصد المتات وإصابة الجسد حسب ما هو ثالث في الأول أما إنه القطر فتعد في هذه الحالة غير بدواد وهذا ما اتقرت عليه أحساب محكمتنا العليا من قبل ومن بعد وما تعلمناهم قضائكم مبجل ووقفت من حفظتين السنوات وقالنا عبد الله وعبد الله في مقام الدليل هذا في مقام التكثير أما في مقام الإثناد والدليل ما جاء بأقوال شهود الإثبات على النحو الذي وردت به وأنا أقتصر لأن الأستاذ دليل قد أفاض في الدليل حسب ما جاء بمرافعته في مقام الدليل في هذه الحالة ما هو ثابت من أقوال شهود الإثبات الذين أتوا إلى تحقيقات المنابة العامة على النحو الذي يجي أجل يعني يود الدباع أولا أن ينون إلى أن الشاهد الرابع يبقى شهود أشفاء وهو والدهم صاحب المفزن واتصل بهم الشاهد حتن واتصل صبحي كل منهم قالت أنني حينما قلت المفزن بتاعنا صابق على ما توجه إليهم وراح هناك المكان قاله المفزن بتاعنا مش هيتسبق يعني على حسن ما أورب حتى نفس الأمر بالنسبة كان بالنسبة نفس الموضوع لما اتصل به الشهد الثاني أجاب نفس الإجابة نحن نقول أن في هذه الحالة حتى لو لم يكن هناك منصول يتم صرقاتك ولو كان معيار البدء بالتنكين قد تواصلت شروطك فحتى في عدد وجود المنصول تتم الجريمة يسكن دلائم بسيار لا شكرا ولكن أنا أتكلم بأن ذلك أيضا يعد من الدلائم التي تؤكد أنه لم يكن ثواب للمتهبين في هذه الحالة بالفضل السرقة قد يكون متواجدين لأن ينظر على طريق عام ليس يكون متواجد لأنه متواجد متواجد في هذا الآخر وهذا أيضا مما يعجز لأنه لك لم تكن نية للسرقة في الاتجاه إلى هذا المكان المجزن طاضي يعني أنا لو رأي حتى أنا أدرك فأعرف إن المكان ده يسترق أو لا يسترق يعني أن هو يتدام مجزن طاضي ثم أدام في الشروع يتدام هذا المجزن قلنا بأنه ولو ذهب على مثلا على تضليل في رأيه أو على عدم علم ولم يكن هناك ولكن المعيار البث بالسلسل في الشروع لم يكن ليتم معهم على نحو ما فضلنا وبالتالي سفد جريمة الشروع في السلقة على النحو الذي ورد بأفوال الشروع هؤلاء الشهود في مثل هادل في القضايا لابد أن يكون الذرين يقيني تنصوكموا بواقعة القطف الدولة وتم الحقن عليهم كما ترع بالت المحكمة أما بالنسبة الواقعة هادل لا يوجد كم تدليل يقيني يمكن تثبت الافتهام إليهم سوى ما جاء بالتحريات وأن التحريات على نحو ما علمنا فضاءكم الجليل لا يمكن بمفردها أن تكون سببا للجدالة أو تنحب تدليل الجدالة إلا إذا عجزها جليل ذي الأوراق وقيل أيضا في عيون أحكام محكمتنا العليا وما تعلمناه من أحكامكم في هذه الأشياء لأنه لماذا لا تثبت التحريات وحدها كبيره لأنها رأي بمجلها حتى يكشف عن مصابره التي اتقى منها هذه التحريات لماذا؟ حتى تثبت المحكمة كامل فلطانها على الجليل من حيث انتاجه في الدعوة ومن حيث صدقه وكذبه وصحته ومصباره لأن المحكمة حينما تكون عقيدتها في الدعوة تقيمها أو تقيمها على استنتاجها هي من كاسة العناطر المطوحة عليها على بطاطة داحة الدعوة لا يشاركها فيها رأي بجواء فبناء عليها فانجم من كامل فراءة المثالين لما وصل جليل ما نشكر عليهم شكرا للمشاهدة